أهلا بيك عملة إيه؟ الحمد لله منورانا؟ يعني والفقرة دي بتكون فعلاً الناس كلها بتحبها وبتستنيها وطبعاً أنا بقول كل الأستاذة مشاهدين دلوقتي يتصلوا على الأرقام اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة وكل طبعاً اللي عنده أسئلة أو تساؤلات يتصل للوقتي بينا عمير عايز أقولك على حاجة مجرحنا في الإنترو بدأنا مين يعني الفرق بين الراجل والستة في السوق في ناس يقولك لأ ست انت ما بتعرفيش تسوقي خلينا نتفق نقده بنشوفه فيه فرق بينهم ولا لأ؟ لو في العموم كده بعيداً عن الأبراج والله أنا بشوف أن فيه رجالة بيسوقوا وحش قوي قوي يعني أنا واحدة هو بسوق ببقى ملتزمة جداً أنا بشوف أن الستات بيبقوا ملتزمين أكتر من الرجالة ورجالة دايماً بيبقوا معتمدين على القوة واخدين الدنيا بالدراع أنا مش تحيز والله للستات بس حقيقي يعني هما بيبقوا واخدين الدنيا أكتر بالدراع من غير ما فيش احترام للقوانين الست بتحترم القوانين أكتر وعندنا إحنا كده نوع من التحيز الرجالة عندهم هما الرجال اللي عندهم مشكلة مش الستات اللي عندهم مشكلة الرجالة أما بيشوفوا ست بيستقووا عليها قوي وأنت ما تتعافيش تسوقي أعادي في البيت أعادي في البيت أعادي في البيت أحسن ما دام هو قدامه ست يبقى لازم يجي عليها مع أن المفروض أن الجنتلمان لازم يحترم الست دي هتبقى حلقة قوية جدا طيب قوليلي في أبراج معينة بتحب السوق بسرعة يعني يقولك مثلا إيه ده برج كذا ده بيسوق بسرعة جنينية مثلا ده فيه ولا مش موجود فيه طبعا ناس في الأبراج بقى فيه ناس هما ما يعرفوش يسوقوا إلا بسرعة برج الدالو مثلا برج الكوس وأشوف أنه أحيانا برج الميزان من الأبراج تقلبت مرتين بالعروض يعني هما بيحبوا يسوقوا بسرعة ما يعرفوش يسوقوا بالراح ويعني بس إيه الدالو أنا بشوف أن الدالو والكوس أكتر ما يعرفوش يفرملوا يعني آخر حاجة يفكروا فيها موضوع الفرمالة يعني ما يفرملش إلى الشديد الأول يعني زي ما بيقولوا كده بايعين القضية أيوة مش بيفرملوا فعلا إلى الشديد القوي اللي أكتر منهم العقرب العقرب أنا بقى بقول العقرب ده مغامر بيحب المغامرة وقلبه ميت يعني ما بيخافش هو بيحب المغامرة وكمان هو بيحب افتعال المشاكل فيعني ما فيش مانع أبدا أنه يعني يعمل مشكلة مع حد ويكسر عليه ويمشي يعني هو مستمتع بالحياة اللي فيها معارك خلينا نتفق أن فيه ناس بيقومشين بالعربية كده تلاقيهم على طول بيتعصبوا وكلكس على طول ويحوضوا يمين ويجوا شمال ويعملوا كده تحس أنهم متعصبين هل فيه أصحاب أبراج معينين مثلا بيكونوا من الشخصيات دي أنا بشوف أن موليد الحمل عصبيين جدا هما برج ناري مع أن الكوس ناري بس مش كده الكوس بيحب السرعة لكن الحمل عصبي دايما عاية ما عندهش طولت بال تلاقي مثلا الدنيا وقفة وده تيت تيت كده على العقاة ما عندهش نقف فينا نعمل إيه؟ الحمل ما نومش صبر وبعدين خالص وبعدين هو دايما هو عايز يبقى نمرة واحد فهو شايف أن من حقه دايما يبقى هو اللي في الأول وخليه نيزان برضو أنت عارفة لا طيب هنكمل كلامنا ولكن ناخد اتصال تليفوني من أمه كريم ألو أهلا بيك يا مكريم أهلا بحضرك أنا كلمة دكتورة اتحضلي هي معايكي عبير معايكي هترد على كل اللي أنت عايزة هتعرفين أهلا بيكتورة أنا أهلا بيكتورة أنا أحضرت عن برج السرطان 26 6 كام وبرج الأسد 5 8 كام 6 عشان ما سمعتش مالش إيه حضرتك بولودة كام 6 عشان أنا مش سامعة 26 26 26 التاريخ الثاني اللي حضرتك بتسألي عنه 5 8 5 8 هنرد عليك يا أمه كريم تابعينا طيب 26 أمه كريم 26 هي برج السرطان وخمسة 8 برج الأسد وأنا بشوف أنه السرطان والأسد فيه بينهم انجذاب هايل يعني رغم أنهما مختلفين مختلفين وعشان مختلفين تلاقيهم يمشوا مع بعض آه مش شرط يعني مش دايما كل اختلاف بيمشوا مع بعض لكن هنا عشان السرطان كوكبه الأمر والدايما والأسد كوكبه الشمس فإحنا في الفلك دايما الأمر بيلف في فلك الشمس وعشان كده أنا بشوف أنه هتلاقي أمه كريم على طول بتلف الفلك اللي هو الأسد اللي معاها يعني مهما تبعد تلاقيها دايما ما تقدرش تبعد عنه دي هاية آه فأنا أشوف أن العلاقة حتى لو فيها اختلاف لكن دايما فيه انجذاب ودايما يعني بعده بس يرجعوا تاني يلا بست يا مو كريم بشرت خير طيب خلينا بقى نقول إيه فيه ناس بيبقى عصابها هدية جدا يا عبير يعني لو الدنيا تهدت زي ما تقوله في السواقة أو مثلا الدنيا زحمة هم محتفظين بالهدوء بتاعهم يعني هايلين كده وما بيتأثروش جدا بعصابية مين بقى أصحاب الأبراج الجميلة اللي هما بيحتفظوا دايما بالهدودة آه أنا بشوف أن فيه كذا بورج الحقيقة آه العزراء أولهم يعني موليد العزراء آه ده تركابي معا ما تفقدش أعصابك يعني تحسي أن الدنيا حلوة وريئة والأعصاب هدية آه يعني ده بالنسبة للعزراء آه رغم أنه على فكرة ممكن من جوة العزراء يكون عندهم هما على كده كده حتى في شغلهم يعني ما يبينش أبدا يحسي يحسي يحسيك أن الدنيا لطيفة ولذيذة وكده بس هما عندهم روح منافسة جمدة يعني بس هدية بس يبينوا يتبقى أنت أعصابك مرتاحة جدا وانت معاه طيب جدا اللي كده برضو الأسد والتور يعني أنا بشوف من الأبراج اللي رايقة جدا بورج التور آه ويهموا قوي السلامة يعني حذر فيهموا سلامته فينمشي بالراحة حين نقطة النهاية أنه يوصل بالسلامة آه ويحب يستمتع بالوقت يعني ما عندهش مشكلة خالص ما يحبش نفسه وهو بيجري وهو مستعجل الأسد كمان كده يعني يحب يحافظ على ده ملك ملك بقى يعني حيعد يجري ويعمل حركات كده مش هينفق طيب ناخد اتصال تليفوني من أستاذ حجاج ألو أهلا بيك يا أستاذ حجاج منورنا أهلا بيك حضرتك اتفضل اتنين تسعة تاريخ اتنين تسعة فيه أي تاريخ تاني حابب تسأل فيه وفاق بانكو أوكي هنرد عليك تابعنا اتنين تسعة اتنين تسعة ده برج العزراء لسه بنتكلم عنه في الوقت يا حجاج لسه بقول انه رايق وهادي وكمان رقم اتنين في ميلاده ده بيخليه عطفي وحساس جدا بس نصيحتي ليك يا أستاذ حجاج إنك تاخد بالك من فلوسك قوي السنازي يعني نقولنا الكلام ده المعلومة دي الأسبوع اللي فات أعطاك يعني بيبقى بصي حسب الرقم مش تبقى ما بتبقاش نصيحة مش كل جورج العزراء بتبقى حسب اليوم فهو الرقم بتاع اليوم بتاعه إنه لازم أقوله ياخد باله في الفلوس يعني ما تغمرش في الفلوس وما تسلفش حد فلوس عموما أنت عندك علاقات اجتماعية حلوة قوي موليد العزراء السنازي عندهم علاقات اجتماعية هيلة فده ممكن يحقق من خلاله نجاحات كويسة قوي لو متجود أنا مش عارفة هو لو متجود كان سألني على تاريخ ميلاد اه مرضى وشانا قلت له فيه أي تاريخ عايز تسأل فيه وفاق قال لي لا أنا الواحد طيب يبقى خلاص مش متجود فيه بقى أبراج مثلا تانية نقدر مثلا نقول له دلوقت إنها بيبقى فيه مثلا توافق بينهم ولا لأ إيه أكتر الأبراج ممكن يكون فيه وفاق بينهم يعني عموما العزراء أنا بشوف إنه بيمشي حلوة قوي مع العزراء اللي داي مع موليد العزراء كمان بشوف إنه العزراء بيمشوا حلوة مع الأبراج المائية يعني مع السرطان يمشي كويس قوي مع موليد السرطان مع العقرب كمان من الأبراج اللي كويسة جدا الحوت فيه مشكلة يحبوا بعد قوي يكرهوا بعد قوي لكن ده بيبقى تحت بقى تأثير كواكب أو حاجات معينة صحي كده قد بيبقى تحت تأثير رقم اليوم كمان رقم اليوم آه رقم اليوم بيتدخل كتير طيب فيه أبراج إنه إحنا ممكن نقول النهاردة من الأبراج اللي أكتر ناس بتعمل حوادث مثلا يعني آه ممكن بيبقوا متهورين مثلا نقول شوية آه آه والله فيه أبراج آه متهورة يعني أشوف إنه الجوزاء من الأبراج اللي بتمشي بسرعة يعني إحنا ما قلنا همش في السرعة إن الجوزاء بيمشوا بسرعة قوي لكن هم مشكلتهم مشوشين وبيحبوا يعملوا أكتر من حاجة في وقت واحد يعني ممكن يبقى سايق وبيشغل الراديو أو بيقلب على قناة هو عايز يعمل كل حاجة أو بيرد على التليفون ده أنا ده كمان برج الميزان فيهم الموضوع ده بعمل كل حاجة وأنا زي كل حاجة في وقت واحد فده بيخليه عرض أكتر إنه هو يكون مشتت ومشوش ويعمل ده يؤدي الحوادث طبعا طيب أنا في حاجة والتباقز عايز أسألك عليها يعني الأبراج اللي إحنا ممكن النهاردة نتكلم عنها برضو الأبراج اللي إحنا إيه نقول الأبراج اللي أكتر خيانة يا شفتي بقى روحت لك بحتة تانية خالص خيانة من الأبراج مثلا الرجال تقول إن دي الأبراج أكتر خيانة طيب أنا بشوف إن العقرب من الممكن يعني طبعا مش مقدرش أعمم إن كل برج العقرب يبقوا كده لكن رجالة العقرب أوقات بيحبوا يبقوا متعددين العلاقات النسائية مثلا يعني متعددين شبك بقى خيانين بس ده بسي هو مخلص بطريقته يعني أقدر أقول هو مخلص بطريقته هو لما بيختار واحد لأنه هو شكاك طبيعته شكاك فلما بيختار واحدة يجوزها هو عارف إن دي اللي بيصق فيها أي بقى حد تاني هي مجرد علاقات عبيرة شوف نقولش أسرار النهار دا على فكرة طيب مين من الأبراج اللي نقدر نقول برج ده حبيب أو البرج ده مثلا رومانسي شوية برج الحوت الحوت من الأبراج الجميلة يعني تعنت لبرج الحوت صحي كده؟ حقيقي عمر جيب غنالهم طبعا مرأة الحوت دي امرأة أنا بشوف إنها واحدة شديدة للأنوسة يعني هي الأنوسة زي ما قال الكتاب برج هي اللي قلناك كلام ده المرة بس هي يعني من الأكتر الأبراج عاطفيا أو رومانسي ورومانسي والراجل كمان رومانسي جدا وعاطفي جدا بس هي مرأة الحوت أقوى من الراجل الحوت يعني تحب تكون قوية ومسيطرة 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 في إيدها وتعرف تسيطر بحب لكن رجل الحوت مش مسيطر زيها طيب ناخد بقى اتصل تليفوني ونرجع نكمل كلامنا ألو ألو حبيبة ألو ألو أيوة حبيبة إزايك؟ الحمد لله حمد لله إيه؟ قوية فيه أي يعني حكيلي كده اللي انت التاريخ اللي انت عايزة تسألي عنه فيه تاريخ تاني فيه وفاق بينك ولا لأ عايزة 12-8 12-8 وستة اتنين وستة اتنين وواحد وعشرين اتنين وواحد وعشرين اتنين أنا عايزة أعرف إيه على يعني أنت يعني تاريخ فيه أنا 12-8 12-8 والتانين دوجه وابنه ولا إيه؟ لأ ستة اتنين أختي آه ستة اتنين أختك واحد وعشرين اتنين ممتة واحد وعشرين اتنين ممتة طيب طبعين يا حبيبة هنرد عليك دلوقتي بالتفصيل طيب حبيبة 12-8 هي برج الأسد والأسد عندهم الفترة دي شوية فيه معكسات فلكية فأنا وبرضو في الفلوس ممكن يكون عندها رغبة في التبذير أو تهور فأنا نصيحتي لك يا حبيبة يعني حاولي تمسكي إيدك شوية وما تتسرعيش في القرارات الشرائية ده يعني بالنسبة للأسد عموما حصوصا إنه إحنا دخلين على فترة هيبقى بكرة الشمس هتبقى في وضع معاكس مهنيا فلازم تخدي بالك في شغلك تعملي اللي عليكي كويس تركزي عشان ما يتمسكش عليكي أخطاء ده لو بتشتغلي جميل جدا طيب بالنسبة لأختها 6-2 هي برج الدلو وأشوف إنها عندها بداية جديدة السنة دي بداية جديدة الدلو على فكرة عندهم هيكونوا موفقين أكتر صحيح الفترة دي ممكن تكون عندها سوق تفاهم عائلي فحاولوا تخفوا شوية عليها عشان هي يعني معرضة لأنه يكون فيه جدال أو سوق تفاهم عائلي يؤدي للصدام فحاولوا إن أنتوا تكونوا كلكم مرينين تخليكم حنينين عليها شوية وهي بتحب حريتها وحساسة قوي رقم 6 بيخليها حساسة جدا وكمان بتحب حريتها قوي فالضغط عليها ده بيبقى مش حلو يعني وخصوصا إن ماما 21-2 برج الحوت ومرقة الحوت مسيطرة مسيطرة فلازم تحترم حرية اللي هي البنت لده طيب بالنسبة لمامتها أشوف إن مامتها عندها ميل للعزلة شوية رقمها بيقول إنها تميل للعزلة والعزلة دي ممكن تفيدها جدا بتحب تقعد مع نفسها يعني شوية ده سنادي أكثر بس كده آه فقدها هيفيدها في إنها بتراجع خبراتها اللي فاتت وده هيفيدها في المستقبل إنها تتعلم من اللي فات طيب جميل جدا كده خلاص كده ما فيش بقى تاريختين دول التلاتة طيب هناخد بقى تصل تليفوني من نورهان في الإسكندرية ألو نورهان ألو أهلا بيك يا نورهان أهلا بيك يا حبيبتي قوليلي التاريخ اللي أنت عايزة تستفسري عنه كام معاليش شكوصي 27-11 بس ممكن توطي التليفزيون شوية عشان صودك يبقى واضح 27-11 27-11 فيه تاريخ تاني حابة تستألي عنه 10-6 وعايز على التواف 10-6 وعايز على التواف وإيه التواف والتواف والبوردين الوفاق بنمو هنرد عليك حالا تابعين يا نورهان طيب احنا هنرد على نورهان ولكن ناخد روان كمان أهلا بيك يا روان مش كده أهلا بيك يا روان أنا عايزة أسأل عن يوم 25-8 25-8 6 ويوم 7-11 راجل و7-11 راجل 7-11 وفيه سؤال تاني ونشوف الوفاق بينهم تابعين يا روان هنرد عليك ايه طيب ناخد بقى نورهان وبعد كده ايه طيب نورهان برج الكوس اه واشوف انه يعني هي برضو مهمة قوي ما تتهورش او ما تتصرعش في القرارات الشرائية وفي الفلول برج الكوس متهورين شوية اه اه متهورين في قراراتهم هم مغامرين يعني طبيعتهم برضو يحبوا المغامرة اه كمان رقمها بس السنة دي انها يعني مش موفقة قوي في الفلوس فهيقول لها حاولي التحافظ على الفلوس اللي معاك يعني اما تاخدي قرار اه تعبقي عارفة انه في مكانه اه او ان الفلوس هتحطيها في مكانها يعني اه الحاجة هي بتسألها التوافق مع الجوزة اه اه عشرة ستة اه انا شايفة انه الكوس والجوزة اه فيه حاجات كتير قوي تجمعهم الاتنين بيحبوا الحياة والاتنين يحبوا السفر ويحبوا المغامرة يعني فيه تفاهم بينهم وفيه تجديد اه اه فيه تفاهم كتير اه بينهم يعني بس فيه مشكلة واحدة عند نورهان ان رقمها 27 وهي عند نورهان وعنده ان الاتنين محبين للسيطرة يعني 27 محبة للسيطرة وعشرة يحب يفرد نظامه هو دايما شايف ان انظامه هو احسن حاجة فبس دي النقطة اللي انا اشوف ان ممكن تعمل بينكم مشكلة فحاولي قد ما تقدر يا نورهان تكوني مارنة شوي مارنة مارنة شوي يعني ما تصريش قوي على فرض رأيك في كل حاجة طيب هنردع هناخد بقى كلام التواريخ بتاعة روان ولكن ناخد اتصال تليفوني من احمد الاول الو ولكن ناخد اتصال تليفوني من احمد الاول الو احمد وطي التليفزيون يا احمد بعد اذنك وطي التليفزيون يا احمد بعد اذنك الو لا احمد تريد ما اتصل ومشي بعد جلسي طب نحن بتكلم ومشي طب ناخد بقى التواريخ بتاعة روان روان خمسة وعشرين تمانية وأشوف أنه روان عندها هي خمسة وعشرين تمانية برج العزراء وسبعة وحداشر برج العقرب وأنا شايفة أنه علاقة العزراء والعقرب يعني إلى حد كبير بينجذبوا البعض جدا وحتى أرقامهم إلى حد كبير السنادي عندهم موفقين فأنا شايفة يعني ممكن يحققوا نجاح هايل مع بعض لو مش مرتبطين السنادي سنة يعني مش مرتبطين رسمي هيكون السنادي سنة هايلة للارتباط رسميا مش مختير ده لو هما لسه مش مش مرتبطين رسميا يعني ولو متجاوزين برضو السنة دي محيلة أنه هما يحققوا تقارب أكبر من بعض وبعدين في حاجة مهمة أوي بينهم حلوة مشتركة الرقم خمسة وعشرين في ميلادها هو هو سبعة يعني اتنين وخمسة يعمله سبعة اللي هو خمسة وعشرين يعني ليه دلالات معينة آه طبعا يعني ده بيخليهم فيهم تشابه جدا من بعض في الأفكار هنا في المشاعر يعني الرقم ده بتاع مشاعر أكتر فهما هنا عندهم طريقة الحب وحدة بيفهموا بعض من غير كلام هما عندهم قدر على احتواء أكتر من الكلام فبيفهموا بعض من نظر تعيين اللي اتنين حساسين قوي قوي فأشوف إنه ده كله بيخليهم على المستوى العاطفي في التفاهم ضمني طريقتهم في الحب وحدة بس فده اللي يعني يعمل نجاح أحسن تمام إحنا كنا بنتكلم عن الأبراج الأكتر عاطفيا وإنت قلت لي والأبراج الأكتر خيانة مين الأبراج اللي إحنا مثلا نقول البرج ده مش بتاع ارتباط أو مش ملتزم بعلاقة أو مش ملتزم مثلا بنوه برتبط بشخصية معينة خلينا في الرجال أبقى نتكلم عن البنات طيب والله هو يعني البرج اللي حقوله يعني ينطبق كلام على الراجل وعسل هو برج العزراء وهو اسمه كده العزراء يعني كلمة العزراء دي يعني إيه يعني البنت اللي مش متجوزة فهو راجل العزراء أو الست العزراء يفضلوا ما يجوزوه لكن ممكن الظروف تضطره ومنه هما يجوزوه شوفه بيقول لي بقى في الكنترول أنا عزراء يبقى أنت بقى الحلقة هنجيلك جوا في الكنترول طيب هو يقول لي بقى الكلام ده ينطبق عليه ولا لأ بس حقيقي راجل العزراء أكتر كمان من الست العزراء أنه عايز يعيش بحرية طبعا هو بيحلم جواه أنه هو يعيش حياة حرة وما يكونش فيها قيود زوجية خالص كمان هو من ضمن الأحلام السرية بتاعته أنه يعيش في جزيرة لوحده يعني هو لو قدر يعيش في جزيرة لوحده يعني هتبقى كمسة يا أستاذ محمد عمال يقول لي صحي 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 كل اللي احنا بديتكلم عنه يعني هتجين تبقى كمسة يعني حتى اسمه بيدل فعلا على ده ولما بيجوزه بتبقى حقيقي فيه مشكلة هم مثلا مع أهله بيبقى رائع يعني عنده شفقة وحنية على أهله وكمان عن نفسه